لنقل لدينا كأس ماء لنرسم الكأس هذا هو الكأس، هذا الطرف الكأس وهذا قاع الكأس وهذا الطرف الآخر من الكأس وهو مملوء بالماء لنقل أنه نوع آخر من سائل، لا دعي لي أن يكون ماء أي سائل هذا سطحه تعلمنا سابقا أن الضغط عند أي نقطة من هذا السائل يعتمد على مدى العمق الذي نأخذه من السائل النقطة واحدة ودعو أن أطرحها قبل أن نستمر، نضع نقطة هنا فالضغط عند هذه النقطة، عند نقطة معينة لا يتحرك فقط للأسفل ولا يتحرك فقط للأعلى بل يتحرك في كل الاتجاهات عند هذه النقطة لذا برغم من مدى تحركنا للأسفل من السائل لتحديد الضغط فإن الضغط حقيقة يتحرك في كل الاتجاهات بما فيها الأعلى والسبب المنطقي لذلك لأنه أفترض أن هذا نظام ثابت من الموائع أو السوائل أو أن السوائل ثابتة أو ممكن أن نتخيلها متمركزة أسفل هنا والحقيقة الثابتة أن الضغط في كل الاتجاهات يجب أن يكون متساوية خاصة لو فكرنا بجزي ماء جزي ماء هنا لو كان لدي جزي ماء هذا جزي الماء إذا كان الضغط مختلف في اتجاه معين لنقول إذا كان الضغط في الأسفل الأعلى منه في الأعلى عندها الذرة تبدأ بالتسارع لأن مساحة السطح في الأعلى نفس مساحة السطح في الأسفل لذا القوة في الأعلى ستكون نفسها القوة في الأسفل لذا برغم أن الضغط يدول على مدى اتجاهنا للأسفل عند هذه النقطة فإنه يتحرك في كل الاتجاهات ولتتذكر ذلك والآن لتحتفظ بذلك كي نتعلم عن قانون الخميدس لنقول أننا وضعنا مكعب في هذا السائل وضعنا هذا المكعب في هذا السائل ولنفترض أن هذا المكعب دعوني أرسم المكعب هنا له هذه الأبعاد هذا المكعب له هذه الأبعاد كل طرف يساوي D إذن هذه D وهذه D وهذه D ما أود عمله هو فهم ما هي مجموع الكوة التي تؤثر على هذا المكعب خلال وجوده في الماء لنفكر في الضغط على هذا المكعب عند نقاط محددة على حواف المكعب واطرافه الضغط كما نعلم يكون متساويا على هذه الحافة الضغط يكون متساويا للضغط هنا وستوازن بعضها الآخر لذا سيكونان متساويا هناك شيء واحد لنعرفه هو أن الضغط هو اقتران للعمق عند هذه النقطة الضغط سيكون أعلى لا أعلم بأي مقدار هذه النقطة لأنه عند هذه النقطة هي أعمق نقطة في المال لنسمي هذا P1 أي الضغط واحد وهذا Pt الضغط في الأعلى ولنسمي هذه النقطة Pp الضغط في الأسفل إذن ما هي مجموع القوى المؤثرة على هذا الجسم على هذا المكعب؟ مجموع القوى لنسميها Fn ستكون مساوية للقوى المؤثرة على هذا الجسم وما هي القوى المؤثرة هنا؟ ستكون الضغط في أسفل الجسم Pp مضربة بمساحة السطح ما هي مساحة السطح في أسفل الجسم؟ إذن ستكون هذا تربيع أي مساحة السطح من المكعب تربيع إذن هذا سيساوي Pp ضرب D تربيع ناقص أقوم بهذا لنعلم أن الضغط هنا أعلى منه هنا وأن مجموع القوى ستكون باتجاه الأعلى لذا أقوم بالطرح هنا بكل ثقة ناقص الضغط في الأعلى ناقص الضغط في الأعلى ما هي القوى في الأعلى؟ القوى في الأعلى ستمثل الضغط في الأعلى مضربة بمساحة السطح للجزء الأعلى مضربة بضلع المكعب وهو D تربيع ويمكن إخراج D تربيع كعمل مشترك لذا مجموع القوى ستساوي Pp الضغط في الأسفل ناقص الضغط في الأعلى Pt مضربة بمساحة السطح للأعلى D تربيع أو لأي جانب من المكعب لنرى إذا كنا سنفهم هذه لنقول أن هذا المكعب مغمور بارتفاع H في الماء فما هو الضغط في الأعلى؟ الضغط في الأعلى الضغط في الأعلى سيساوي كثافة السائل رو مضرب في الارتفاع وهو مضرب في هذا الارتفاع وهو H بالمتر مضرباً بالجاذبية للأسفل وما هو الضغط في الأسفل؟ الضغط في الأسفل سيكون بالمثل سيكون كثافة السائل رو مضرب بالعمق والعمق هنا يتمثل بـ H زائد طول الضلع D لذا H زائد D ضرب الجاذبية G فنستبدل هؤلاء بمجموع هذا لنغير لون حتى نميز أكثر مجموع الكوة ستساوي الضغط في الجزء السفلي وهو هذا ونضربه ونحصل على ونحصل على رو رو HG زائد زائد D زائد D رو G لقد قمت فقط بتوزيع الضرب هذا أضغط في الجزء السفلي ناقص الضغط في الأعلى ناقص رو HG رو HG والقل مضرب بـ D تربيع نرى أنه هناك إمكانية لحذف بعض الأشياء رو HG مع رو HG يتم حذفهما لذا سوف يتبقى لدينا مجموع الكوة ستساوي D رو HG مضربة بـ D تربيع أو تساوي D تكعيب مضربة في رو HG مضربة في رو HG D تكعيب مضربة في كثافة السائل ضرب الجاذبية لنسأل ما هي D تكعيب D تكعيب هي حجم المكعب وما هي أيضا؟ هي أيضا حجم الماء المزاح إذا أبقيت هذا المكعب في الماء إنه لا يتقلص أو شيء يستطيع تخيله فارغا لا داعي لأن يكون فارغ هذه الكمية من الماء يجب أن تزال حتى يستطيع المكعب أن يغمر في الماء لذا هذا هو حجم الماء المزاح هذا حجم الماء المزاح volume of water displaced هذه الكثافة ما زلت أردد ماء وهو أي سائل هذه كثافة السائل هذه الجاذبية الحجم مضروب في الكثافة هي كتلة السائل المزاح إذن مجموع القوى تساوي قتلة السائل mass of liquid أو يمكن القول القتلة ضرب الجاذبية وهي الوزن أو يمكن أن نقول مجموع القوى المؤثرة على الجسم ما هي القتلة للسائل ضرب الجاذبية هي وزن السائل المزاح weight of liquid displaced وهذا شيء مثير فإذا غمرت أي شيء القوى المؤثرة على الجسم أو الكمية البديلة ستكون مساوية لحجم الماء المزاح وهذا يدعى قانون الخميدس إذن الضغط في الأسفل سيكون أعلى منه في الأعلى وهذا ما يجعل الأشياء ما يجعل الأشياء تطفو أترككم هنا لتفكير في ذلك وسنستخدم هذا المفهوم في الفيديوهات اللاحقة لنحل بعض المسائل أراكم قريبا ترجمة نانسي قنقر